أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد كلما ضاقت بك تذكر كيف أبحر نوح بالسفينة في موج كاللباء وكيف سلم إبراهيم من النار وكيف نجى يونس في بطن الحوت وكيف شق موسى البحر بعصاه أجمل ما في فرج الله أنه يأتي بعد أن تنقطع كل الأسباب ولا يبقى في قلب العبد إلا الله when you have a big problem in your life and you feel that there is no solution for it remember that the prophets before like نوح عليه السلام, إبراهيم, يونس, موسى Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم they went through a bigger problem than ours and Allah سبحانه وتعالى relieved it and made it easy for them بدعاء واحد أغرق الله الأرض انتصارا لعبده نوح with one dua Allah سبحانه وتعالى led the water to destroy the whole earth and saved نوح عليه السلام and the believers with him بدعاء واحد أصلح الله الزوجة العاقرة لعبده زكريا زكريا you know he almost give up that he will not have children and his wife was too old and himself he was too old then with his sincere dua Allah سبحانه وتعالى gave him the child which is يحيى عليه السلام بدعاء واحد من إبراهيم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم صارت مكة ما هو القلوب and whoever visits مكة he knows what we're talking about because your heart is you know you feel that you need to or you want to visit it again and again may Allah سبحانه وتعالى make it easy for all of us to visit مكة مدينة and المسجد أقصر ثق أن الدعاء يعيد ترتيب ما تبعثر make sure that the dua could organize your life in every aspect and in every corner فنسأل الله سبحانه وتعالى لنتقبل منا دعاءنا صلاتنا صيامنا وصالح عمالنا وقد جاءت آية الدعاء في وسط آيات الصياء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاء and this is going to be the topic of the Jum'a إن شاء الله اللهم تقبل منا عندك أن تسمع السلام عليكم وحمد الله بارك الله دعوة الداعي كلا اشتركوا في الق diseases